اشتركوا في القناة قال العجوط ان هذا الملف يتضمن ادلة ثابتة تظهر العنصرية المقيتة التي تعاملت بها الدولة والاتحاد الجزائري لكرة القدم تجاه الشعب المغربية واشدد رئيس نادي المحامين بالمغرب على ان لجنة الاخلاقيات بالفيفا ستنظر في طلب معاقبة واستبعاد الاتحاد الجزائري من المنافسات الدولية والقارية بسبب اقحام السياسة في الرياضة فضلا عن تسخير جماهير لمهاجمة الشعب المغربية بالفاض عنصرية ترفضها اعراف وقوانين الفيفا وتنص المادة الثانية والخمسين من قانون الانضباط والاخلاقيات بالفيفا على انه يجوز لأي شخص او دولة لفت انتباه الهيئات القضائية الى اي سلوك يعتبره مخالفا لانظمة الفيفا كما تنص المادة الستين من قانون الفيفا المتعلق بالامن والامانة داخل ملاعب كرة القدمة على ان الترويج والاعلان عن رسائل سياسية او اي عمل سياسي داخل او بالقرب من الملعب وبأي وسيلة كانت ممنوع منع باتانة وتنص المادة الرابعة من قانون الفيفا لعام 2022 على ان اي تمجيز ضد دولة او فرد او مجموعة من الاشخاص لأسباب تتعلق بالاصلة العرقية او الجغرافية او لأي سبب اخر محظورة صراحة تحت طائلة التعليق والاستبعاد وجدد العجوط التذكير بان الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسؤولة مسؤولية كاملة على هذه الاعمال الدنيئة ولوائح الفيفا الخاصة بسلامة وامن الملاعب تدين اي عمل استفزازية وعدوانية واي خطاب عنصرية فوق اراضي البلد المضيفة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء